الميادين المصرية لمرسي سنة كفاية قافل من الشهداء الذين أروا بدمائهم أرض الوطن إرهابيون يستهدفون مروحية تنقل كوادر تربوية واستشهاد سبعة موظفين مدنيين وطاقم المروحية تل أبيب تصفع كاري بحجارة مستوطناتها وميدان تقسيم التركي يشتعل من جديد 365 يوما مرت لم يخلو يوم فيها من أزمة انقسام وانفلات والنهضة تتحول لسد إثيوبي هكذا يلخص المصريون عام رئاسة مرسي المنصرم ففي كل يوم سجلت أزمة سياسية أو اقتصادية أو أمنية عكست حالة من الصراع والتخبط ما رفع الأصوات المطالبة بإسقاط حكم المرشد والإخوان اليوم كما أطلق عليه المصريون كان يوم الاستحقاق العظيم اليوم امتلأت ميادين مصر بالمطالبين بإسقاطه يا حبيبة مصر رددها أبناء البلد في الشوارع وانقسم المشهد بين معارضا ومؤيد وقع المحظور ووقعت الاشتباكات وحدثت التفجيرات وحرقت مقرات الإخوان ومع ارتفاع صرخة إرحل سقطت على المسامع كلمات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الذي خرج مغردا بحديث أجوف عن الالتزام بالديمقراطية ومجيبا بلا إقناع عن كثير من الأسئلة نشرة الأخبار من تلفزيون الدنيا السلام عليكم ورحمة الله منذ صباح اليوم توافد ألاف المتظاهرين من مختلف المحافظات المصرية إلى ميدان التحرير تلبية لدعوات التظاهر في هذا اليوم وكانت حركة تمرد قد أعلنت أمس أن محمد مرسي لم يعد رئيسا لمصر بعد إحصاء 22 مليون توقيع لسحب الثقة عنه هذا فيما أعدت المؤسسات الحكومية والبنوك والمستشفيات خطط عمل وطوارئ وانتشرت عربات مدرعة ودبابات تابعة للقوات المسلحة على مداخل ومخارج مطار القاهرة واستتوقعات بحدوث اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه للمرة الثانية بعد عامين أو أكثر على إسقاط مبارك تتوجه أنظار العالم من جديد إلى ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة فساعة قليلة تسبق ساعة الخطر للتحرك الكبير لحركة تمرد المدعومة بتأييد شعبي كبير تجاوز صقف الـ 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي وإخوانه في مواجهة حركة تجرد الإخوانية التي أعدت هي الأخرى العدة لمواجهة طوفان الميدان اليوم وللمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث ستكون مصر كما يرجح كثيرون على عتبات اقتتال أهلي بعد عام من الاحتقان الذي سيترجم في هذا اليوم الأطول في حياة المصريين الجميع أعد العدة للمواجهة بين شرعية الشارع وشرعية الكرسي وبين هذا وذاك دعا البرادع علانية إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما قدمت ثلاث قتل برلمانية استقالاتها تضامنا مع معارضي مرسي ما استدعى إعلان النفير العام في صفوف جماعة الإخوان المسلمين أنا نفسي عرف أنتم خايفين ليه أصلا من السندوق تعالوا ده أنتم ممكن تشكلوا أصلا حكومة والحكومة في الدستور الجديد رئيس الوزراء فيها يعادل أو يفوق رئيس الجمهورية هو عشان منتمل الجاعة بتاعته فهو بيعمل لهم هما بس مش بيعمل لشعب مصر الثلاثون من يونيو وضع كافة شرائح المجتمع المصري أمام تحدي كبير بظل أعمال عنفين طالت العديد من المحافظات المصرية وأسبرت عن وقوع ضحايا وإصابات حيث أحرق متظاهرون غاضبون بعد مقار حزب الحرية والعدالة في محافظتي الإسكندرية وبن سيوف ما وضع الجيش المصري في حالة تأهب لضمان سلامة المتظاهرين بالدرجة الأولى خصوصا مع تسريبات أفادت بطلب مرسي من وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بعدم تحريك الجيش دون إذن كتابي منه الطلب الذي قُبل بالرفض وبموازات تحذير شيخ الأزهر من حرب أهلية ناشد بطرياك الأقباط الأرثوذوكس والكرازة المرقصية في مصر الأنباط واضرس الثاني مواطنيه التفكير معا والتحاور معا والصلاة من أجل مصر الخلافات هي سيدة الموقف في كافة المؤسسات المصرية يقابلها التخندق بين طرفي المعارضة والموالات ضد بعضهم ما يضع مصر وحسب المراقبين على بعد ساعات قليلة من حرب أهلية متوقعة في ظل تعنت وإصرار الأطراف كافة وبدء يوم الحسن بالنسبة للمعارضة وإصرار مرسي على أنه نتاج ثورة وديمقراطية صناديق الشارع المصري لم يهدأ منذ خرج للشارع للمطالبة برحيل مبارك في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني يناير 2011 ومنذ ذلك التاريخ باتت لغة الشارع والمظاهرات هي اللغة الوحيدة التي يتقنها المصريون كما أرادوا التعبير عن مطالبهم وفي عهد مرسي لم يتغير الوضع بل زادت حدة التظاهرات المطالبة برحيله بعد عام من حكمه الذي سجل فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية ومحاسبة المفسدين هي أبسط هذه الأهداف التي لم تتحقق على يد الإخوان رغم ذلك لا زال الإخوان يتذرعون بالشرعية الانتخابية التي أوصلتهم إليها صناديق الاقتراع والكل يدرك أن هذه الصناديق بالنسبة لهم ليست سوى حصان طرواضة كي يتسللوا إلى مفاصل السلطة في الدولة وما إن حازوا على تلك السلطة سقطت الأقنعة عن وجوههم عام واحد فقط وآلت مصر إلى ما آلت إليه كوارث وأزمات ليس لها بداية من نهاية وأعظمها انقسام الشعب المصري ولم يكتفي زعيم الإخوان بتفكيك مصر بل أطلق دعوات طائفية خلال رعايته لما يسمى مؤتمر نصرة سوريا وذلك بسبب فشله داخليا إذ يلجأ السياسي المخنوق داخليا إلى افتعال حروب وعدوات في الخارج متناسيا القضية الأهم وهي سد النهضة في إثيوبيا إخوان مصر يشعرون أن الخناق يزداد قسوة عليهم أكثر من أي وقت مضى مع استمرار التخبط في القرارات والتراجع في الاقتصاد وانكشاف خطط الهيمنة على حراك المجتمع ومفاصل الدولة الشارع المصري أدرك مناورات جماعة الإخوان ولهذا جاءت الردود قاسية فالإخوان تطاولوا على مصر بأن اختزلوها كلها في جماعتهم لذا أراد الشعب المصري أن يقف ليواجه كلمة لمرسي وجماعته أن مصر أولاً في دمشق تصمع العشرات من السوريين أمام القنصلية المصرية القديمة في دمشق تضامناً مع الشعب المصري والشباب المنتفذ لإسقاط حكم الإخوان وهتف المعتصمون لمصر التي بناها عبد الناصر مؤكدين أن الشعبين السوري والمصري شعب واحد في بلدين ولن تفرق بينهما قرارات الإخوان وسياساتهم التي أسفرت مؤخراً عن قطع العلاقات مع سوريا ورفع علم الانتداب الفرنسي فوق السفارة السورية في القاهرة من دمشق العروبة هنا القاهرة شعب واحد في بلدين وقومية موحدة ضد الإخوان ومصر التي بناها عبد الناصر لا يستطيع تخريبها مرسي الإخوان لافتات رفعها السوريون الذين احتشدوا أمام القنصلية المصرية القديمة في دمشق معلنين تضامنهم مع الشعب المصري في ثورته لإسقاط حكم الإخوان برئاسة سي مرسي نحن اليوم وقفتنا تضامنية مع الشعب المصري بعد حكم عام من حكم المرشد من حكم مرسي يعني مرسي رجع مصر إلى عصور الجاهلية الأولى مصر بحكم عام لمصر اليوم رجع مصر إلى صفر سياحة إلى صفر أمن قومي أنا بقول أني مع الشعب المصري وهي لآخر يوم 30 شهد لمرسي وحكم الإخوان ونحن ضدها المؤامر اللي عملوها الأمريكان والغرب والعرب الأعراب اللي تأمروا على سوريا ومصر والشعب العربي الشباب السوري هتف ضد مرسي الذي وبعد عام على توليه الحكم في مصر لم يقدم أي شيء بل زاد من مأساة الشعب المصري وعبر عن عمالاته وخياناته وتبعيته من خلال قطع العلاقات السورية المصرية والإبقاء على العلم الصهيوني يرفرف على السفارة الإسرائيلية في القاهرة شيء طبيعي واحد مثل مرسي عميل لإسرائيل وعميل لأمريكا أنه يغلق سفارة سوريا ويقطع علاقاته مع الجمهورية السورية بس بالنسبة لوجودنا هون نحن جايين نضامن مع الشعب المصري بواقبته ضد الإخوان ضد مصر الأخوان جيال اللي بده يعملها مرسي لن ننسى اليوم ماذا يحدث في مصر مصر اليوم تقف وقفة الأبات ضد مرسي العميل الخائن المتآمر مع الخوان المتآمرين العرب ومع الصهيون ومع المسات الإسرائيلي حاجة يا مرسي بتمسك بالكرسي الشعب المصري نازل بإمته ما بده يارحل طبق الديمقراطية وارحل حاجة هي وقفة تضامنية مع شعب مصري عانى الظلمة بسبب المخطط الغربي لتدمير المنطقة بأكملها من خلال إدخال ثقافة الإخوان وانتفض ثائرا في هذا اليوم الثلاثين من حزيران الذي قد يحدد مصير مصر للفترة المقبلة إما إسقاط حكم الإخوان وإما مصر إلى مزيد من الفوضى ترجمة نانسي قنقر قال مصدر مسؤول في محافظة حلب إنه إمعانا من العصابات الإرهابية المسلحة في تنفيذ مخططها الإجرامي لوقف مسيرة الحياة الطبيعية لأبناء الوطن استهدفت هذه العصابات مروحية فوق مدينة نبول تنقل كوادر من وزارة التربية وأوراق امتحانات شهدت التعليم الأساسي لطلاب مدينتين نبول والزهراء الذين لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم في المواعيد المقررة ما أدى إلى سقوط المروحية واستشهاد سبعة موظفين مدنيين بالإضافة إلى طاقم المروحية هذا وقد أدان رئيس مجلس الوزراء العمل الإرهابية الجبان الذي استهدف قوكبة من القامات التعليمية وبناة الأجيال في حلب الذين يسعون لنشر العلم والمعرفة وإرادة البقاء والتحرر من الفكر الظلامي المجرم أقيم في حلب مجلس عزاء لذوي الشهداء التربويين والعسكريين الذين قدوا غدرا على أيدي مرتزقة الخارج أحفادي أبي جهل وذلك أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي الوطني وأثناء نقلهم الأوراق الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي إلى مدينتين نبول والزهراء جئنا لنعزي ولنبارك إخوتنا في مدين التربية بانضمام كوكبة جديدة من شهدائنا الذين رووا أرض الوطن بدمائهم الطاهرة في مهمة وطنية إنسانية علمية لامتحانات طلاب الشهادة الأدادية نستنكر تلك العملية الجبانة التي قامت بها العصابات المسلحة عندما لم يستطيعوا استهداف جيشنا العربي السوري وعندما دكت أوكارهم تحت أقدام هذا الجيش البطل الآن يستهدفون رجال العلم ويستهدفون رجال التربية هم عبارة عن مدنيين تخصصيين ذهبوا من أجل تقديم أو من أجل إنجاح الامتحانات وإيصالها إلى بر الأمان من أجل أن يعيش طلابنا بمراحل علم ومن أجل أن ينتصروا على هذه المؤامرة المشاركون في العزاء أكدوا أن هذا العمل الجبان ما هو إلا ردة فعل طبيعية على انتصارات الجيش العربي السوري الذي يدك أوكار الإرهابيين مشيرين إلى أنه مهما تعظمت أفعال الإرهابيين فإن أبناء حلب خاصة وسوريا عامة سيواصلون طريق العلم وسينتصرون على أعدائهم الذين ينفذون أجندات خارجية الحياة اليوم أننا كان قافل من الشهداء الذين أروا بدمائهم أرض الوطن هؤلاء كانوا يؤدون مهمة تربوية لكن يدى الأرهاب طالتهم ونحن نقول لهم الرحمة ولبلدنا دائما الصمود والتقدم وإن شاء الله دائما سوريا إلى نصر ومن نصر إلى نصر إننا اليوم قد فجعنا بفاجعة عظيمة وهي ارتقاء شهدائنا إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى ولكننا نقول لن نخاف ولن نجزع فكلنا نسأل الشهادة من الله سبحانه وتعالى وإننا نبارك لوطننا الحديد ارتقاء هؤلاء الشهداء العظام الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء لهذا الوطن ظنوا أن باستهدافهم للعلم والعلماء ينهون إرادة الحياة وبريقها في عيون السوريين أصحاب شعلة الحياة خسئوا وذهب رهانهم أدراج الرياح فالسوريون اليوم هم أكثر إصراراً على التحدي والصمود في وجه الإرهاب وأدواته وعلى الأرض صحقت قواتنا المسلحة الباسلة عدداً من الإرهابيين ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم في حي الخالدية بمدينة حمص كما أوقعت أعداداً من الإرهابيين قتلى في أحياء القصور والقرابيس وجورة الشياح وباب هود وعند مدرسة خديجة الكبرى والمصابغ وقرى الدار الكبيرة والغنط والرستن وتلبيسة فيما عثرت وحدة من جيشنا الباسل على عدداً كبيراً من قدر في الهاون والعبوات الناسفة وأنفاق وأوكار لمتزاعمي المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء عمليات التفتيش المتواصلة في المزارع المحيطة بمدينة القريتين التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها يوم الخميس الماضي نحن الآن في بلدة القريتين تقع في الزاوي الجنوبي الشرقي لمدينة حمص وتبعد حوالي 85 كيلو متر عن مدينة حمص في الفترة الأخيرة تمكن الإرهابيون المسلحون من السيطرة على هذه القرية كون هذه البلدة في موقع الاستراتيجي يسهل عمليات عبور الإرهابي المسلحين من المنطقة الشرقية التي تدمر منطقة الشرقية الدير الزور الرقة القامشلي باتجاه مدينة دمشق نحن الآن داخل أحد أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت تستخدمها في قرية القياتين كما تلاحظون هذا الوكر مجهز بشكل كامل الكهرباء موصولة هنا هناك العديد من الطرق الفرعية داخل هذا النفق والإضافة إلى الغرف يربط عدد كثير من الحارات والممرات هذا النفق أيضا ما وجد هنا كتائب الفاروق هذا مقر إقامة لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة تم القضاء على كامل أفراد المجموعة التي تنتمي إلى هذه الكتائب على أياد أبطال الجيش العربي السوري داخل هذا النفق هناك عدد كبير من المواد والأسمدة التي تستخدم من أجل تصنيع هذه العبوات الناسفة كما تلاحظون كميات كبيرة بالإضافة إلى عدد كبير من القنابل المحلية الصنع أيضا هناك عبوة ناسفة موضوعة موصولة بمؤقت زمني من أجل عملية التفجير هذه هي سيارات الإسعاف التركية المصدر التي تم ضبطها في قرية القريتين في ريف محافظتها حمص هي سيارة مجهزة بمعدات طبية بشكل كامل أكثر من سيارة تم مصادرتها في هذه القرية هذه أيضا أحد سيارات الإسعاف المصروقة من المشافي الحكومية أيضا تم ضبطها هنا بالإضافة إلى بعض السيارات التي كانت هذه المجموعات تركب عليها رشاش دوشكا أيضا تمت مصادرتها في قرية القريتين مهما فعلت المجموعات الإرهابية المسلحة إلا أن قرية القريتين بدأت تدريجيا تعود إلى حياتها الطبيعية كما لاحظتم بصوتي والصورة كيف بدأت الأهالي تشعر بالأمان وأنها منتشرة في حارات هذه القرية نحن الآن في دير ماري اليان الشرقي في هذه القرية هو في منتصف قرية القريتين هذا الدير يحوي الآن أبطال الجيش العربي السوري الذي أهالي هذه القرية دعوهم إلى هنا بالإضافة إلى بعض الحملات الشعبية التي أتت من محافظة حمص ليؤكدون على الوحدة الوطنية ويؤكدون أنهم أبطال الجيش العربي السوري في أشأن السياسي قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الحل السياسي للأزمة في سوريا هو الطريقة الوحيدة للخروج منها وأضاف كيري خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة أنه يتطلع إلى محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف لأن الوضع في سوريا خطير وجزء منها سيكون حول كيفية زيادة جهودنا ليكون لنا تأثير على الأحداث لكنه أضاف قائلا لن أدخل الآن في التفاصيل كيري أكد أن مفهوم الحل السلمي على الرغم مما يحصل في سوريا هو الطريقة الوحيدة لإنقاذها وليس هناك حل عسكري للأزمة هناك تأتي تصريحات كيري الجديدة حول الحل السياسي في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية عن تقديم مساعدات عسكرية إلى المجموعات الإرهابية في سوريا بما يظهر التناقض في خطابها فكيف يمكن العمل على إنجاز حل سياسي سلمي من خلال تقديم السلاح إلى مجموعات إرهابية في سياق الموازن أكد وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي خلال لقائه أمير قطر الجديد تميم بن حمد آل ثاني أكد ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية لتوفير الظروف المناسبة للخروج من الأزمة الرهنة والتحرك في مسار الحوار السياسي السوري السوري وشرح صالحي الذي يزور قطر حاليا على رأس وفد سياسي السياسة المبدئية لإيران بشأن سوريا وأهمية إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج مؤكدا ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين بلدان المنطقة وأكد صالحي ضرورة إضاح الرؤى الإسلامية الأصيلة في احترام جميع المسلمين من مختلف المداهب والطوائف من قبل علماء العالم الإسلامي بغية الحيلولة دون الفتنة الطائفية والمذهبية أكد رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام دور البرلمانيين حول العالم في دعم جهود نشر السلام ومحاربة الإرهاب وضرورة عمل الجمعيات البرلمانية بحيادية وموضوعية وعدم انسياقها وراء الأجندات السياسية للدول التي تحركها مصالح خاصة لا تصب في مصلحة شعوب العالم وأشار اللحام خلال لقائه أمين عام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي إلى ضرورة الاطلاع على حقيقة الأحداث في سوريا ونقل صورة صادقة للرأي العام العالمي حول ما تتعرض له من إرهاب دولي منظم في ظل هيمنة إعلام حيادي بل أحادي يعمل لخدمة أجندات دول غربية لافتا إلى أن هذه الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا تمارس الخداع على شعوبها وتوهمها بأنها تدعم الحريات والديمقراطية من جهتي أشار بيازي إلى حرص الجمعية على أمن واستقرار سوريا ودعم جهود إحلال السلام فيها ونقل صورة صادقة حول طبيعة الأحداث عن كثب فيها بعيدا عن صورة التي تنقلها وسائل الإعلام لافتا إلى أن سوريا تدفع اليوم ثمن أخطاء المجتمع الدولي في العراق وأفغانستان وهو ما يبدو جليا من خلال تخبط الغرب في موضوع تسليح المعارضة أو عدم تسليحها هناك فرق بين ما تتم إشاعته في وسائل الإعلام والمعلومات الحقيقية التي تملكها حكومات بعض الدول حيث أكدت وثيقة صادرة عن اللجنة السياسية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها الأخير الوجود المكثف للمسلحين الأجانب في سوريا وهذه الوثيقة التي تلقيت نسخة منها عن طريق المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون هي أول وثيقة صادرة عن الاتحاد تتحدث عن وجود عناصر متطرفة تقاتل في سوريا الجبعية تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام حول العالم وهي منفتحة على جميع الأطراف وتتمتع بحرية العمل السياسي البرلماني أكد وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري جوزيف سويد أن الحكومة تقوم بتقديم جميع الاحتياجات الإغاثية للمهجرين المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة أو خارجها بإشراف اللجنة العليا للإغاثة التي تضم عددا من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية والاتحادات والمنظمات الشعبية إضافة إلى شراكة منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مع المنظمات الدولية في هذا المجال ولفت الوزير السويد خلال لقائه الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي إلى أن منظمة الهلال الأحمر تقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية سواء الحكومية أم القادمة من منظمات دولية بطريقة حيادية وعادلة إضافة إلى القيام بدورا كبيرا في تسهيل عودة المهجرين المقيمين خارج سوريا موضحا أن المجموعات الإرهابية المسلحة اعتدت على مقرات المنظمة ومتطوعيها وقوافل المساعدات الإغاثية الغذائية والطبية بدوره أكد بيازي سعي الجمعية للتنسيق مع كل الجهات والمنظمات السورية والعالمية لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة ورفع الحصار الغذائي والدوائي عن الشعب السوري تم إطلاع الوفد على الدور الذي تتنكبه اللجنة العليا للإغاثة التي تعكس بحق المشهد السوري الوطني ودور الهلال الأحمر العربي السوري في الشأن الإغاثي وأيضا إطلاع الوفد على الاستهدافات الإرهابية التي استهدفت عمل الهلال الأحمر العربي السوري الحكومة كما أشرت تتحمل واجباتها رغم ضغط هذا الملف تتحمل واجباتها بامتياز وهي في حالة جاهزية كاملة وفي جميع الأوقات لتلبية كل ما يلزم من احتياجات حياتية للأخوة المواطنين المتضررين للمهجرين الذين هجروا بفعل العصابات الأرهابية المسلحة ناقشت وزيرة السياحة هالا الناصر خلال الاجتماع الأول للمجلس العالي للحرف التقليدية كيفية دعم الحرف والحرفيين خاصة في ظل الأزمة التي أثرت بشكل كبير على الحرفيين نظرا لكون السياح يشكلون المستهلك الرئيسي لمنتجاتنا التقليدية وأكدت الوزير الناصر على ضرورة الاهتمام بالحرف التقليدية من خلال البرامج التطويرية وتوثيق الحرف القائمة والمهددة بالاندسار في كافة المحافظات وإدراج زيادة أسواق المهن التراثية في برنامج السياح لافتة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للأصول إلى صياغة الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالصناعات التقليدية الحرف اليتوية أو التراثية أول شغلة التوصية الأولى أنه بالأنشطة اللاصفية وبأبنائنا طلب الأطفال تعليمهم على تراثهم وما هي المهن الموجودة بسوريا يعني المهن ظروفها الصعبة وأحياناً تكون محصورة بأسرة واحدة هذا الشيء يخشى عليها من الانتفار يعني مفوض أبنائنا بالمدارس تدرس هذه المهن نحن بحاجة إلى قاعدة سبيانات الأولى للتوزع المنغرافي الموجودة ببلدنا ولمهنة التي تشتر بها الساحل ومناطق الشرقية ربما حلب بإلها مهنة الخاصة بها وبعدين ما شاء الله نحن نسخر من هذا التراث اللي نحن اليوم وزارة السياحة أحواج ما نكون إلى الحفاظ عليه من الانتفار الحقيقة وزارة السياحة تدعم الحرافية وتأخذ بيتهم على أحساس أن نحافظ على مهم من الانتفار وشجعهم بهذا الجانب وأسعار المواد الغذائية طال جميع أرجاء المحافظات السورية فمحافظة إدلب اليوم تشكو من عدم قدرة أهلها الشرائية على تأمين احتياجاتهم الأساسية بسبب حصار المجموعة الإرهابية المسلحة لبعض المناطق أسواق محافظة إدلب تشهد نقصا في بعض المواد الغذائية وارتفاع في الأسعار نتيجة قيام المجموعات المسلحة بمانع دخول المواد الغذائية إليها هذو قام محافظة إدلب بجولة ميدانية على الأسواق للإطلاع على مدى توفر المواد الأساسية الضرورية للمواطنين لبن بثلاثمية والبندورة 150 الخيال الكبير بطلقة حصار وشك على المدينة شوفوا للناس شكيح حصار على المدينة شوفوا للناس شكيح حصار على المدينة فقط حصارنا نحن ما لنا على أي شيء هم لنا على حد حالنا بذلك كل بطاطا بسببين أروا البعض من الناس أكدوا عدم قدرتهم على تحمل الارتفاعات الأخيرة في أسعار بعض المواد الغذائية وعدم يتناسبها مع قدرتهم المادية ما على أسعاري نتيجة عن الطرعات إذا ما أضعوا على المسلحين ما بمشي الحال بل يظل غلاء مزبوط ولا لا هذا هو وبعده في شغل تاني بالنسبة للموظفي زادوا له الشريحة أولى 40% العامل ما زادوا ما في عمل عرفت علي ما زادوا له شيء أشو استفاد الموظف استفاد العاملين في الدولة استفادوا بس المن عاملين في الدولة أشو استفادوا نحن عمال إذا ما اشتغلنا منموت منجوع هلأ من أول الأحداث لهلأ صنع سنتين ونص عفرت بركي صرنا أغراض اللي في بيتنا نبيع لناكل ناكل وطعم أولادنا لكن نترك موضوع الأسعار وارتفاعها برسم الجهات الحكومية المخولة بضبطها ومراقبة من تسول له نفسه اللعب بأرزاق الناس ولقمات عيشهم بحث محافظ الحسكة محمد زعال العلي مع العاملين في القطاع الصحي واقع العمل في المشافي والمراكز الصحية خلال الفترة الحالية داعيا إلى الاهتمام بالمراجعين وتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لهم في إطار تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير الدواء اللازم في المشافي بحث محافظ الحسكة مع المعنيين في قطاع الصحة الواقع الصحي في المحافظة والصعوبات التي يعاني منها بالرغم من الظروف الصعبة التي نحن نمر فيها لكن ما يقدم من خدمات في القطاع العام في المراكز الصحية وفي المشافي فهي خدمات جيدة ومقبولة وطالب المجتمعون بضرورة القيام بجولات ميدانية على الأرياف وقمع ظاهرة زيادة تسعير الدواء من قبل مستودعات الأدوية والصيادلة بحجة ارتفاع أسعار النقل طبعا الواقع الصحي يعني في الحسكة نستطيع أن نقول أنه جيد من خلال مواصلة المؤسسات الصحية الهامة في المحافظة عملها بشكل عادي وجيد ونحن من خلال أرقام يعني نستوضح أنه من خلال في الخمسة أشهر الأولى من العام المشافي العامة لدينا في المحافظة قدمت 600 ألف خدمة صحية إضافة إلى أن المراكز الصحية لدينا واصلت عملها رغم هذه الظروف الصعبة حيث أنه راجع المراكز الصحية منذ بداية العام حوالي 300 ألف مراجع واقع الدواء متوفر خاصة في شهر حزيران نوعا ما ولكن دور النقابة هو الرقابة على المستودعات والمخالفات المادية ولكن نريد جهة تمثيدية وبشكل جدي مراقبة هذا الأمر من أجل تأمين الدواء وإيصاله إلى المواطن بشكل جيد بالنسبة للوضع العمل ضمن المؤسسة التجارة الخارجية في الحزكة نحن تقريبا القسم الأعظم من الأدوية للتعامل فيها المؤسسة حاليا لدينا بشكل جيد وما عدا مادة سيروم مادة سيروم نعاني من ويصالها للمحافظة رغم توفرها في بعض المعامل الخاصة في دمشق والحاليا المؤسسة بحثت على المصادر الإضافية ووقعت عقود وإن شاء الله قريبا ترد المادة على الرغم من كل الظروف التي تمر فيها سوريا إلا أن القطع الصحي يصنف من القطعات الخدمية التي لا تزال تقدم خدماتها بشكل جيد وتجاوز كل العقبات والصعوبات التي تتعرض لها من تخريبا من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة أيام عدة جال فيها كاري في المنطقة عليه يحظى بشرف التمكن من أحياء محادثات السلام من سلطة رامالله وتل أبيب ليسجل إنجازا لإدارته في أعقاب سلسلة من الإخطاقات بدءا من العراق وأفغانستان وليس انتهاءا بفشل مخططها في سوريا محاولات قابلها السيد الإسرائيلي بصفعة لامست خد كاري بحجارة مشاريع الاستيطان الجديدة صفعات متثالية يوجهها قادة الكيان الصهيوني لمبعوث إدارة أوباما جون كاري الذي يلهث وراء سراب يسمى مفاوضات إسرائيلية فلسطينية صفعات يوجهها كاري بدوره إلى وجه سلطة رامالله علها ترضى بأقل القليل كي يسجل موقفا أو نجاحا لكاري ربما لن يحصل عليه في الوقت الراهن خاصة في ظل فشل إدارته على محور آخر قد يكون في سوريا أحد محطاته كاري الذي جال بحوامته بين عمانا والقدس ورامالله يمدد جولته لتدخل يومها الرابع بعدما ألغى زيارة كانت مقرر السب إلى أبوظبي كي يتابع لقاءاته المتكررة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كاري هذا يقابل بصفعة إسرائيلية من العيار الثقيل لكن يبدو أن شروط عباس وتشدد تأبيب يضعان كاري وجولته في مهب الريح الذي يفشل في الآن ذاته أي تحرك أمريكي في أرض العرب خصوصا بعد هزيته المنكرة في كل من العراق وأفغانستان مصادر فلسطينية رفعة المستوى أكدت بأن عباس أصر على نقاط عدة استعافة المفاوضات مع إسرائيل أهمها وقف الاستيطان وإعلان شرقي القدس عاصمة للفلسطينيين ولكن كالعادي دوما يستغل الصهيوني شغال العرب في أتوني ربيع دام لتعلن حكومة الكيان بدفع خطة لإقامة 930 حدثة استيطانية جديدة جنوب القدس المحتلة ما يؤكد من جديد مواقفة الأبيب الرافضة لأي حق فلسطيني والرافضة أيضاً لأي تنازل للحليف الأمريكي اللاهث وراء تسجيل أي موقف يؤكد من خلاله أنه صاحب اليد الطولة في المنطقة دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جميع العراقيين إلى رفض الخطاب الطائفي والطائفيين لحماية الشعب والبلاد محذراً من مخاطر التحول إلى جماعات طائفية عنصرية أو انتهاج ممارسات تمزق العراق ودع المالكي في كلمة ألقاها خلال الحفل المركزي لخروج العراق من أحكام الفصل استابع لمثاق الأمم المتحدة الذي عقد في العاصمة بغداد أمس دعا للحفاظ على الوحدة الوطنية والعمل على التهدئة لتجنب الفعل وردة الفعل وتجاوز حمامات الدم المدفوعة بالشحن الطائفي وقال المالكي ينبغي الجلوس لطاولة الحوار واستمرار التواصل وفتح كل الملفات وفق الدستور مضحا أن الحوار أمر حتمي لا مفر منه كمقدمة لعقد اللقاء الوطني للنهوض بواقع البلد وتحقيق الاستقرار السياسي والمضي بعملية الإعمار واجه متظاهر ميدان تقسيم في قلب اسطنبول طيلة ساعتين طوقا أمنيا كبيرا أقامته شرطة مكافحة الشغب التي أقفلت طريق الوصول إلى وسط الساحة مرددين شعارات مثل استقالة الحكومة وضد الفاشية كلنا معا وندد المتظاهرون أيضا بتدخل الجيش ضد مئات الأشخاص الذين كانوا يحتجون على توسيع معسكرين في ليس جنوب شرق تركيا حيث الغالبية من الأكراد أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحة فيما توجهت الأنظار اليوم إلى تظاهرات 30 من حزيران يونيو في مصر للإطاحة بنظام الإخوان في ظل قرار الجيش المصري الانحياز للشعب والشعب فقط تبقى ميادين تركيا مستمرة تظاهراتها على قدما وساق وسط قمع ممنهجا لقوى الأمن التركية قد يكون التوتر الناتج عقب حادثة مقتل متظاهرا في منطقة ديار بكر جنوب شرق تركيا على أيدي الجيش التركية قد شكلت تطوير هاما على صعيد توجه المؤسسة العسكرية إلى التحرك نحو مسرح الأحداث التركية وخاصة بعدما أفادت مصادر أعلامية عن تقدم حكومة العدالة والتنمية قبل أيام بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تعديل بعض مواد النظام الداخلي للشركة التركية الصيغة الجديدة وإن أقرها البرلمان ستمنح الجيش صلاحيات الدفاع عن تركيا ضد المخاطر الخارجية فقط وبتعليمات من البرلمان إضافة إلى منع أفراد الجيش من أي نشاط سياسي مباشر أو غير مباشر مهما كان شكله تطورات الحدث التركي الأخير انعكست غضبا واحتقانا متزايدا على سياسة أردوغان التسلطية والقمعية ليشكل الطوق الأمني الذي أقامته شرطة مكافحة الشغب حول ساحة تقسيم إحدى أشكاله وذلك لمنع آلاف المتظاهرين من الوصول إلى وسط الساحة التي احتشدت وتوجهت نحوها عشرات الآلاف من الأتراك المناهدين لأردوغان وسياسته في عثمنة الدولة التركية التظاهرات جاءت تلبية لدعوة حركة تضامن تقسيم رفعت فيها شعارات تندد بالحكومة التركية ورئيسها وفي هتفات المحتجين ما يشابه هتفات آخرين في ساعات الليل التركية ضد حملة القمع التي مارستها الشرطة قبل أسابيع ضد المتظاهرين لترد الشرطة بمزيدا من حملات الاعتقال بحق العشرات عشر سنوات كانت كفيلة بتشكيل رأي عام تركية حول مشاريع أردوغان وحزبه في نسف الدولة العلمانية مراقبون رأوا من مسار تظاهرات في تركيا وظهور عامل الجيش على خط الاحتجاجات ما يأخذ بالوضع نحو مزيدا من التأزم والتصعيد وربما نحو إسقاط إخوان تركيا في الثالث عشر من آذار القادمة موعد استلام أردوغان رئاسة الحكومة علّه يكون ربيعا حقيقيا بالحراك المتواصلة والتوقيت الدقيق لكلمتي ربيع مباشرة الآن إلى عنوين هذه النشرة الميادين المصرية لمرسي سنة كفاية قافل من الشهداء الذين أروا بدمائهم أرض الوطن إرهابيون يستهدفون مروحية تنقل كوادر تربوية واستشهدوا سبعة موظفين مدنيين وطاقم المروحية تل أبيب تصفع كاري بحجارة مستوطناتها وميدان تقسيمة تركية اشتعلوا من جديد ختام واضي النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق شكرا لكرم المتابعة بإمان الله اشتركوا في القناة